اشتركوا في القناة وليك تعني المسور ابن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني يعني قطع من قلبي سبحان الله لما يكون الإنسان عنده ولد يحبه يقول له هذا قطع من كبيدي هذا ربيان كل شبر بإيش نذر فمن أغضبها أغضبني ما في إنسان على وجه الأرض يتمنى أن يكون يعني أحد أحسن منه إلا الأب لأولاده خاصة إذا كان الولد بار على بهذا الزمان وين هو الولد البار فيه بس قليل اللي الله رزقه ولد بار هذا رزق الرزق مو الملايين اللي موجودة بالابنوك لا هذا مال يروحوا بيجي تلكم مرة كنت في الحج يجي أخ عم يحكي بصدق قال لي بدي أتبرى من ابني في طريقة قانونية والله قال لي بدي أيمه من دفتر عيلتي طوله طول بالك قال لي مثل ما أعمل لك يا لطيف تسمع كلام مثل كلام النبي فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة ابن اليمان قال إن هذا إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة في ملك هي أول مرة بنزل على الأرض استأذن ربه أن يسلم علي جاي يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويبشرني في بشارة هذا أول مرة بنزل على الأرض ليس سيدنا جبريل ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة جبتك عسان مني هو سبحان الله أخواني الكرام ستنا فاطمة من نطفة النبي صلى الله عليه وسلم دينا ربياني عند النبي نحن لما نتحدث عن الصحابة نقول كلهم مثلا أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة هذه ممن تربت يعني مع الصحابة وهي في بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتسمع النساء لهذه القصة التي رواها البخاري عن علي أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى ما أنه كان النبي عليه وسلم بعت مع رحييني يعني عم تطحن تطحن الأمح لا تساوي طحين بعدين تعجنه بعدين لا تخبسه هاي بنت مين بنت القائد العام يا سلام هذا الواحد أيام بيكون يعني مدير عام بفرزوله ثلاث سيارات سيارة لمن لابنته هذا عم يوصلوه على الجامعة وهذا عم يجيبوه من المدرسة هذا مدير عام وذا كان وزير وذا كان النبي عليه الصلاة والسلام طب النبي ما عنده يعني حشام وخدم اسمعوا قال وبلغها أنه قد جاءه رقيق يعني عبيد لعند النبي عليه الصلاة والسلام يعني بلكي أنه النبي بيعطيها قال فلم تصادفه اجيت لعند النبي عليه الصلاة والسلام عند ستنة عائشة وين النبي عليه الصلاة والسلام لم تجده فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة ستنة عائشة كانت حب ستنة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها مع أنه هي خالت خالتها مرت أبوها هي لما الواحد بيكون بالسجن بيقوله وين كان كان بيت خالته خالته مو خالته أخت أمه خالته مرت أبوه السجن ليش لأنه تجي آسية تتعرفوا أما الخالة أم اللي أمه راحت عليه بخالته فإنها النبي عليه الصلاة والسلام قال الخالة أم فلما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا راح النبي عليه الصلاة والسلام لعنده وهذه سنة أن يزور الوالد ابنته لا يا بنتي جاء لعنكم في واحد ضلباشة تعاون بدأ يطبق إيش يعني أنه هو له المجد وله السؤدد بيجي والله بيجي لعنكم بيجي لساوينا أكلتهم جدرة جاي آكلها عنكم والله إنها لمحببة إلى قلبها هاي لما تدل أنه بدي أكل عنكم هاي بتفرفح القلب من وين من جوه قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا يعني مجهزين حال إيش للنوم شو سرير عندون ولا نايمين على الأرض نايمين على الأرض قال فقعد بيني قال فذهبنا نقوم فقال على مكانكما لحد يقوم بيجي لواحد احتراما طيب قال فجاء فقعد بيني وبينها بين سيدنا علي بين هذا التواضع كان الدنيا كان برد شوي وهي فجلس بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه صلى الله عليه وسلم شو النبي لا بيس سكيتشيرز ولا جرابات أديداس ولا من تبع البشكير لا بيس الله الله يعلم شو ما ما بنعرف شو كانت شو النعل بردان النبي عليه الصلاة والسلام ما في تدفئة مركزية ما في سجاد في الأرض أصلا مسجد النبي ما كان في حصير أول من مد حصير لمسجد النبي سيدنا عمر كان الصحابة شو المادة اللي يسجدوا عليها تراب وفوق السقف جب سنبورد كان السقف إنما هو من نخيل سعف نخيل إذا نزل المطار على التراب يسجدون على الطين هاي كانت المساجد مجيلا لسيدنا مدفاي شوية مراوح شوية تكيف الله جعلنا من الشاكرين فقال ألا أدلكم على خير مما سألتما جين هنا بدون إيش خادم يعني يخدمون وكان بزمانون الخادم شغلة سهلة ليش نص البشر عبيد هاديك اليوم عم شوف إنه في عبيد يعني ما زال لك بأفريقيا مليان عبيد مليان يعني على 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 عملتنا شغلة يعني مئة ألف بتشتري زلمة فقراء في مجاهي الأفريقية بجيبوا زلمس بدوا أكلوا شربوا هلا طبعا في الإسلام ما في رق ما في رق هلا الآن في هذا الزمان ما في رق خلاص قال ألا أدلكم على خير مما سألتما إذا أويتما إلى فراشكما قال فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا إنتوا إياها إلا لزوجتك إلا لزوجتك وأنت إلي له لزوجك أطفل مبايلات ألا وطبقوا سنة النبي سبحان الله ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين الله أكبر والله أكيك جاي الرواية سبحان الله والحمد لله إيش والله أكبر فهو خير لكما من خادم هل أعلق الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح صحيح البخاري أن الذي يلازم الذكر يُعطى قوة عظيمة متى ما كان الإنسان هل نشوفه برمضان لا أدل برمضان لك المال نايم وجايع من كترة الذكر الإنسان اللي بذكر الله الله بيعطيه طاقة وكل ما بتعد عن ذكر الله بصير تنبل والله لو نومت عشرين ساعة لك والله ما في مروه هل ما في ناس قاعدين بيوتهم لك مرتاح وما عنده شيء ولا في فرج على رجل قل له الجامع بينه وبين الجامع يمكن إذا ركب بالسيارة بخمس دائق بصد والله صعب مرة أخ قال لي وين يعني والله صعب قال لي وين يعني قلت له وين ساكن أنت قال لي بساحة الميسات قلت له من الميسات للا باشا صعب لكم عندك سيارة وين النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة سبع تيام هو يمشي النبي عليه الصلاة والسلام في الصحارة طلع له عقارب طلع له حياة طلع له ايش هوام الطريق ما لو شايفهم كلهم فسبحان الله والحمد لله والله أكبر خير لكم من خادم الله بيبارك بعدين الرجل بدي يساعد زوجته بهذا الزمان فوت على المطبخ حضر معها يعني اشتغل معها وفي ناس الله عز وجل عطي زوجه قال له أنت مريع حالك بيجي الأكل لوين لعندك هذا كمان نعمة من الله وفي المقابل في رجال هذا الشيف تبع الأكل والشرب دائما مشهور برجال يعني ما هو يعني أشطر يعني من المرأة في واحد بتلاقيك سبحان الله هو بيجهز هو بيهندز بيقدم لأهل بيته لأولاده يعني لله في خلقه ايش شؤون جاي تطلب من النبي خادم يعينها ما عندها ومين أبوها النبي عليه الصلاة والسلام هاي مو من أهل الجنة هاي لأنه ما عرفوا الحرام وما عرفوا يعني أن ينحادوا عن الحق ما عرفوا إلا إهدنا الصراط المستقيم والنبي كان يقدر إلا أن تكرم عينك خلص أول ما يجيني أنا حجب لي خادم أو خادمة قالوا لا ذكر الله لذلك الإنسان لما يفز أول ما يكون نايم وبيذكر الله سنة إنه تذكر الله عز وجل تنحل أول عقدة لأنه الشيطان يعقد على رأس قافية أحدكم ثلاثة عقد أول ما تذكر الله بتصير سبع قالوا بتلاقي واحد عمره ثمانين سنة عم يجي على الجامعة أخوانا كبار السن الله عاطي طاقة جيب واحد شب عمره خمسة عشرين سنة ما في طاقة طلعت الطاقة الشاحن الشاحن ذكر الله مو الأكل والشرب قالوا بتلاقي واحد صايم عنده طاقة أكثر من إنسان آكل قالوا مع منصوم ست أيام من شوال وكذا ويه تلاقي أخ صايم قبل المغرب ساعة تطلب منه الطلب إلا وكذا أخ طارق بطن من فوق لتحت تطلب منه ما والله صعب كذا شغلة بالإيمان يا أخوانا الكرام بعلمها سبحان الله والحمد لله والله أكبر أربعة وثلاثين ما الستات بالبيوت يكتروا منها اللي إن شاء الله الله بعينهم ألا الخدم صعب نحن هذا في هذا الزمان هلا في ناس كان عندهم خادمات وكذا صارت الخادمة تأخذ قديش أنا أجلوا لك متقدم ومتأخر متقدم الخادمة ومتأخرها يعني الذي يدفع لها يعني قد عشر نسوان مرة أخي كي تلو عجبتك الفتاة قال لي والله عجبتني بس المهر كذا تلو قديش المهر قال والله طالبين قال مليون بمليون تلو مليون بمليون لكن تلو اللي عم يجيبوا خدامة عم تكلف قديش الخدامة بتكلف لثلاثين مليون ليرة مو هون القصة ثلاثين مليون وخير إن شاء الله يعني إذا واحد يعني كان عنده أم مريضة أو كذا جاء بخادمة وبعدين هي بدها بالشهر خمس ملايين خمس ملايين ليرة لذلك هاي المرأة اللي هيك متقدمة ومتأخرة هيك خفيف وانت حسيت إنه غبنتها أعطيها مما أعطاك الله إلا يا مخلوقها والله أنت الخدامة شو بتساوي بتكسر الصحون بتكسر لك الصحون وتساوي أكلة موظريفة إذا كامنا لا تخلوا الخدم يطبخوا حطهم للجلي والهية خلي بس ستة البيت هي اللي تطبخ خلي كون في ذكر الله مع الطعام الله يرحم الوالدة ويرحم ستي تقل لي هذا رزب حليب شايفون هدول سبع زبادي العشر زبادي اللي فيهم صلاة عن النبي ألف مرة وأنا عم ساويهم عم تعكلهم مع الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام الخادمة بتكسر الصحون ومدري إيش شو بتساوي لك هاي زوجة شو بتساوي بتطبخ وبتنفخ بتغسيل وهي زوجة لك أم لأولادك قديش آخر شي مليون متقدم ومليون متأخر وغير مقبوض يا ريتو مقبوض نحن ببلاش يا أخوانا الكرام ببلاش عم تاخد ببلاش أغذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله على هذا الزمان نالكون أن القضاء الشرعي أنه صار يعني معلش بالليارة الدهب لأنه العملة ما عد الأقيمة خمسة بخمسة يعني خمس ليرات بخمس ليرات شو خمس ليرات؟ بتقول أنا بذكر لما يعني عقدت على زوجتي يعني حسبتهم بأيام زمان بيطلعوا شي مية وخمسة واربعين ليرات دهب شو كانوا ميتين ألف متقدم ميتين ألف تأخر يعني بيطلعوا مية وخمسة واربعين ليرات هلأ أجيب واحد أقول له مية وخمسة واربعين ليرات شو بيصير فيه؟ بيقول لك إني أخاف الله رب العالمين وانت اللي كان متأدمك مثلاً عشرين ألف بعشرين ألف بس شوفهم على الليرة قديش بيطلعون؟ لأنه بيطلع واحد قليل حياة وقليل ترباية شو بيقول له أنت مهرك خمسين ألف ولي بتعرف ديتو بحو خلاصاً بشانت خمسين ألف خده بخمسين ألف لا لا بيطلع إنسان كمان قليل ترباية اللي هو الولد بعد وفاة والده ويجي شو بيقول له تي إليك مثلاً السدس ومهرك خمسين ألف وخمسين ألف والسدس بيطلع عليك مثلاً ثلاثة أربع ملايين تكون مستتة ساكنة بشارع بغداد أو بشئرنة تلاقي لحقة الأب بعد ستة شهر من تصرفات مين؟ أما أنت لما بتجهز له يعني إلا أنت إليك مهرك وهذا أنا شفته على الدهب قديش بيساوي المقلية بتضل إيش؟ ضامن لحقها الله يجعلكم من أهل الوفاء فالنبي عليه السلام وصف له وصفه سبحان الله والحمد لله والله خير لكما من خادم الله يعين ستات بالبيوت الله عز وجل كل ما خدمت زوجك يعني فيك إن شاء الله أجر وثواب عند الله عز وجل خيركم خيركم لأهلي هذا الكلام للرجال وللنساء ما بنعطيكم حديث بعد منها حتى هاي الضل هيك في ذاكرة النساء يعني خدمة الأهل البيت وإن شاء الله ربي عز وجل يفتح عليهم ويعطيهم من القوة صدقا أنا متفرج إليك لما تفوت ستة البيت من العصر برمضان بتعود شغل ثلاث ساعات وكل الشغل اللي عم نشتغله نحن مالو طعمه الإنسان لما بيشم رائحة الطعام ويكون صايم بفرط الله عم يعينه فاتكتر من سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا الدرس اليوم للأخوات قد وتمين السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها بقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة اشتركوا في القناة